اشتركوا في القناة خلق السماوات والأرض بالحق وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلِّ وسلم عليه اللهم زد وبارك صلاةً على نبيك الكريم وعلى آله الطيبين وزوجاته وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله قد يكون التدخل ببذل شيء من المال للإصلاح فتتغير الأحوال بزوجٍ كان سخياً لسعتي ذات يده فضاقت الأمور وربما ضيق الأمور يؤدي إلى الطلاق فيكون التدخل بإعطاء شيء من المال لتهدئة الأمور والعكس قد يغتني فيطغى فيطلق من كانت عنده وتحملته تلك المدة العصيبة من قلة الوفاء إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني ولذلك فإن الإنسان يطغى أن رآه استغناء وعلى الزوج أن يكون رفيقاً رقيقاً غاضب رجل امرأته فطلبت الطلاق وأصرت الآن وأن يكتب الورقة الآن فأخذ ورقة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأنا فلان من فلان بكامل عقلي وطوعي وإرادتي أشهد الله أني متمسك بزوجتي وأولادي وأنني أحبها ولا رضى بأخرى بدلاً منها والسلام وأغلق الورقة وأغلق عليها الخطاب وسلمها إياه ومن شدة الغضب خرجت إلى أهلها آخذتني الورقة ظنت أنها ورقة الطلاق ومكثت أياماً وبعد ذلك هدأت الأمور فندمت وذهبت عن طريق أهلها تستدعيه تسترجيه تسترضيه وقالت رجعني رجعني بعد الطلاق قال اقرأي الورقة عباد الله إنه لا بد أن يكون هناك حسن نية وأن يكون هناك حكمة وأن يكون هناك إصلاح للنفس قبل الغير وأن يكون هناك قدوات في المجتمع تسعى في الإصلاح وتحتسب وتتحمل الأذية لأن بعض الناس يقولون ما لنا وندخل في المشاكل ما لنا والدخول في هذا وتذكير الطرفين بالحقوق الحقوق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الحقوق ولا تنسوا الفضل بينكم والاعتراف بالخطأ والصبر على الطبائع المتأصلة ومراعاة الواقع وعدم تضخيم الأخطاء وعدم الجري وراء نزغات الشيطان عباد الله إن نفط المسلمين قوة لهم ولا يجوز السعي في تخريب أو عمل يؤدي إلى إذهاب هذه الثروة بل لا بد من استثمارها على خير وجه بما يعود بالنفع على المسلمين وقد صارت سلعة في العالم لها وزنها الكبير وسعره في تصاعد مستمر فلا بد أن يتدفق بالخير على المسلمين لا أن تقام الأعمال التخريبية لتهديم منشآته أو الإضرار به ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء اللهم من أراد بلدنا هذا بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم إن نسألك الأمن والإيمان لبلدنا هذا وبلاد المسلمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمنا في الأوطان والدور وأصح إلى إمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر